فما الذين حضنوا برارة جيرسهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أكب نعمة الله يجحلون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أكب الباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من ذول الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه مننا رفقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستطيعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبتم لا يتجر على شيء وهو كلم على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بصير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعات إلا كلمش البطر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة لعلكم تشكون ألم يروا إلى الطير الفخرات في جون السماء لا يمسكهم إلا الله إن في ذلك الآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا فاستخفتونها يوم ظانكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاة ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ضبالا وجعل لكم من جبال أكنالا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم مستعترون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءه قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا وإذا رأى الذين كنا نبعوا من دونه فألقوا إليهم قول إنكم نكالبون وألقوا إلى الله يومئذ استلم وضل عنهم ما كانوا يكثرون الذين كفروا وقدوا عن سبيل الله ذبناهم عذابا فوق العذاب لما كانوا يفتنون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإخسان وإيتاء بالقربى وينهى عن فحشاء والمنكر والبغي يعرف لعلكم تلكون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توفيبها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاتا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبنوكم الله به ولا يبين أن لكم يوم قيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضي من يشاء ويهدي من يشاء ولكن تسألون عما كنتم كعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد تبوتها وتذوك السوء بما طبستم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنبذينا الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنتا وهو مؤمن فلن حينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكمون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينذل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ونزله روح القدس من ربك بالحق يتبت الذين آمنوا وهدى وبشرى عن المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسال الذي ينحدون إليه أعجمي وهذا لسال عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يكتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم رضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه يستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي طوم الكافرين أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وتمعهم وأبطارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم القاتلون ثم إن ربك الذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وقبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوسى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها للقهار وذن كل مكان فكفرت بأنم الله فأذاقها الله إذا تم جوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأقذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا منا رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنبير وما أهل من غير الله به ثمن السر وغير باغ ولا عاز فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف أنتنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الشذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يسلحون متاع طليل ولهم عذاب أذين وعلى الذين هادوا حرمنا ما قطفنا عليك من قبل وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة طالتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنهمه اجتباه وهداه إلى أطراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلقوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوما قيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادرهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم ذنى ضل عن سبيله وهو أعلم ذن مهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أغتبتم به ولن طبعتم وهو خير للطابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تعزم عليهم ولا تكفي ضيق مما يمترون إن الله مع الذين اتطوى الذين هم محطنون